أهلاً بكم في قناتنا في هذا الفيديو سنستعرض معاً كتاب عادات بسيطة الذي يركز على كيفية تحسين حياتنا من خلال تبني عادات يومية صغيرة ولكنها فعالة سنتناول أهم الأفكار والنصائح التي يمكنكم تطبيقها لتحسين جودة حياتكم وزيادة إنتاجيتكم دعونا نبدأ أولاً قوة العادات الصغيرة تأثير التراكم إحدى الرسائل الرئيسية في كتاب عادات بسيطة هي أهمية العادات الصغيرة وتأثيرها التراكمية على المدى الطويل العادات الصغيرة قد تبدو غير ذات أهمية عند النظر إليها بشكل فردي لكنها عندما تتجمع وتمارس بانتظام يمكن أن تحدث تغييراً كبيراً في حياتنا كيف تبدأ بعادة صغيرة؟ يقدم الكتاب نصائحاً حول كيفية البدء بعادة صغيرة يفضل أن تكون العادة بسيطة وسهلة التنفيذ بحيث لا تشعر بثقلها أو صعوبتها على سبيل المثال إذا كنت ترغب في البدء بممارسة الرياضة يمكنك البدء بخمس دقائق فقط في اليوم ثانياً التكرار والروتين أهمية التكرار التكرار هو المفتاح لترسيخ العادات العادة تصبح جزءاً من روتينك اليومي عندما تكررها بشكل منتظم يشير الكتاب إلى أن التكرار يساهم في تعزيز العادة وجعلها جزءاً لا يتجزأ من حياتك اليومية إنشاء روتين ثابت يفضل أن تربط العادات الجديدة بروتينك اليومي الحالي على سبيل المثال يمكنك ربط عادة شرب الماء عند الاستيقاظ بفرش أسنانك هذا الربط يجعل من السهل تذكر العادة وتنفيذها بانتظام ثالثاً التحفيز والمكافأة دور التحفيز التحفيز هو عنصر أساسي في تبني العادات الجديدة يشدد الكتاب على أهمية وجود دافع قوي وراء العادة التي ترغب في تبنيها يمكن أن يكون هذا الدافع تحقيق هدف شخصي تحسين الصحة أو زيادة الإنتاجية المكافأة والتعزيز المكافأات تساعد في تعزيز العادات الجديدة عندما تكافئ نفسك بعد تحقيق هدف صغير يزيد ذلك من احتمالية الاستمرار في هذه العادة يمكن أن تكون المكافأة بسيطة مثل مشاهدة فيلم مفضل تناول وجبة مفضلة أو قضاء وقت مع الأصدقاء رابعاً التخطيط والتنظيم وضع خطة واضحة التخطيط المسبق يساعد في تحقيق النجاح في تبني العادات الجديدة يجب أن تكون لديك خطة واضحة تتضمن ما ترغب في تحقيقه وكيفية تحقيقه والمدة الزمنية لتحقيقه التنظيم وإدارة الوقت إدارة الوقت بشكل فعال تلعب دوراً كبيراً في تحقيق العادات الجديدة ينصح الكتاب باستخدام أدوات مثل القوائم والجداول الزمنية لتنظيم الوقت وضمان تحقيق الأهداف اليومية خامساً التغلب على العقبات التعرف على العقبات المحتملة من المهم التعرف على العقبات التي قد تواجهك عند تبني عادة جديدة هذه العقبات قد تكون داخلية مثل الكسل أو التسويف أو خارجية مثل ضيق الوقت أو التزامات أخرى وضع استراتيجيات للتغلب على العقبات وضع استراتيجيات للتغلب على العقبات يمكن أن يساعد في الحفاظ على الاستمرارية على سبيل المثال إذا كنت تواجه مشكلة في الالتزام بالتمرينات الرياضية، يمكنك وضع خطة بديلة تشمل تمارين قصيرة أو اختيار وقت مختلف لممارسة الرياضة. سادسا، التطبيق العملي للعادات البسيطة أمثلة على العادات البسيطة، يقدم الكتاب العديد من الأمثلة على العادات البسيطة التي يمكن تبنيها في الحياة اليومية. شرب الماء صباحا، بدء اليوم بشرب كوب من الماء يساعد في تنشيط الجسم. القراءة لمدة ثاني دقائق تخصيص وقت قصير يوميا للقراءة يعزز المعرفة ويساعد في تطوير الذات. المشي يوميا ممارسة المشي لفترة قصيرة يوميا يمكن أن يحسن الصحة العامة ويقلل من التوتر. كيفية دمج العادات في الحياة اليومية دمج العادات في الحياة اليومية يمكن أن يكون من خلال إضافة عادة جديدة كل فترة بدلا من محاولة تبني عدة عادات في وقت واحد. هذا يسهل من عملية التكيف ويساعد في ترسيخ العادات الجديدة بشكل أفضل. سابعا، تتبع التقدم أهمية تتبع التقدم. تتبع التقدم يساعد في معرفة مدى تحقيق الأهداف ويساهم في الحفاظ على التحفيز. يمكنك استخدام دفتر يوميات، تطبيقات هاتفية أو جداول متابعة لرصد تقدمك اليومي. تحليل النتائج تحليل النتائج يساعد في معرفة ما إذا كانت العادات الجديدة تحقق النتائج المرجوة أم لا. إذا لم تكن النتائج مرضية، يمكنك تعديل خطتك أو تغيير استراتيجياتك لتحقيق أفضل النتائج. ثامنا، المرونة والتكيف تقبل الفشل الفشل جزء من عملية تبني العادات الجديدة. من المهم، تقبل الفشل وعدم الاستسلام عند مواجهة الصعوبات. بدلا من ذلك، استخدم الفشل كفرصة للتعلم والتحسين. التكيف مع التغييرات المرونة والتكيف مع التغييرات يساعدان في الحفاظ على استمرارية العادات. إذا واجهت تغييراً في روتينك اليومي، حاول تعديل عاداتك لتناسب الوضع الجديد بدلاً من التخلي عنها. تاسعاً، العادات البسيطة والصحة النفسية. تأثير العادات البسيطة على الصحة النفسية. العادات البسيطة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الصحة النفسية. على سبيل المثال، ممارسة التأمل لبضع دقائق يومياً يمكن أن يقلل من التوتر ويحسن المزاج. تعزيز الإيجابية والتفاؤل تبني العادات الإيجابية يمكن أن يعزز الشعور بالتفاؤل والإيجابية. التركيز على النجاحات الصغيرة والاحتفاء بها يمكن أن يحسن من نظرتك العامة للحياة ويزيد من مستوى الرضا الشخصي. عاشراً، تأثير العادات البسيطة على الإنتاجية. زيادة الإنتاجية من خلال العادات العادات البسيطة يمكن أن تساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية. على سبيل المثال، تخصيص وقت معين لإنجاز المهام اليومية يمكن أن يساعد في تحسين إدارة الوقت وزيادة الكفاءة. تنظيم البيئة المحيطة تنظيم البيئة المحيطة يمكن أن يسهم في تعزيز الإنتاجية. ترتيب المكتب وإزالة الفوضى يمكن أن يحسن من التركيز ويسهل تنفيذ المهام بكفاءة أعلى. أحداً عشر، أمثلة على قصص نجاح قصص نجاح حقيقية، يستعرض الكتاب عدة قصص نجاح لأشخاص تبنوا عادات بسيطة وحققوا نتائج مبهرة. هذه القصص يمكن أن تكون مصدر إلهام وتشجيع لأي شخص يسعى لتحسين حياته من خلال تبني عادات جديدة. العبر المستفادة من القصص العبر المستفادة من قصص النجاح تؤكد على أهمية المثابرة والاستمرارية في تبني العادات البسيطة. التغييرات الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة والنجاح يأتي مع الوقت والالتزام. كتاب عادات بسيطة يقدم نظرة شاملة حول كيفية تحسين الحياة من خلال تبني عادات صغيرة ولكنها فعالة. من خلال تطبيق الأفكار والاستراتيجيات التي يقدمها الكتاب، يمكن لأي شخص تحقيق تحسينات كبيرة في حياته اليومية وزيادة مستوى سعادته وإنتاجيته. نأمل أن تكون هذه الأفكار والنصائح مفيدة لكم. إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد عن كيفية تبني العادات البسيطة وتحقيق النجاح في حياتكم، ننصحكم بقراءة كتاب عادات بسيطة. شكراً لمتابعتكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للحصول على المزيد من المحتوى المفيد.